نشعر بمعنات أشقائنا في السودان ونتألم لآلمهم إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصاحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ديقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تردخل جهدا للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصريقة اشتركوا في القناة